في نفس السياق بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى رئيس جوفينيل مويس رئيس جمهورية هايتي بمناسبة اليوم الوطني لبلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان ولي عادي أبوظبي نائب القائد على القوات المسلحة برقية تهنية ممثلتين إلى رئيس جوفينيل مويس